قال الله العظيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب كثيرة هي الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين التي تتحدث عن أهمية ملء الفراغ بما يعود على الإنسان بالنفع والخير وأن يتجنب الإنسان الفراغ ومعنى الفراغ أن لا ينفق وقته اعتباطا ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أشد الناس حسابا يوم القيامة المكفي الفارغ إن كان الشغل أن كان الشغل مجهده فالفراغ مفسده يقول إذا كان العمل يجهد الإنسان ويستحوذ على جهده فإن الفراغ يفسده ويفتح عليه أبوابا من الفساد ولذلك يقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبغض يبغض الصحيح الفارغ الصحيح يعني ما في شيء ما عنده مرض ما عنده مشكلة ما شاء الله طويل عريض قاعد عاطل باطل لا يشتغل لا يعمل لا يقدم خدمة للمجتمع لا يقدم خدمة لأهله أبدا قاعد مثل ما نقول عطال بطال كثيرون من الناس وللأسف الشديد من هذا النوع تجده إنسان ما عنده مشكلة صحية ما عنده مشكلة في صحته ما عنده مشكلة تعيقه عن العمل ولكنه فارغ فارغ بمعنى أنه معطل معطل قدراته ومعطل إمكانياته الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الإنسان إمكانيات عظيمة وطاقات هائلة لو استخدمها لتمكن أن يغزو العالم بل أن يغزو الفضاء لا هذا العالم فقط اليوم بمهمة أطلقتها أمس عم أقرأ في الصحيفة منظمة ناسا وهي المنظمة الأمريكية للفضاء تكلف أربع وستين مليار دولار هذه المهمة تكلف خزينة الدولة الأمريكية أربع وستين مليار دولار ما هي هذه المهمة؟ المهمة البحث عن كوكب آخر غير هذا الكوكب يصلح للسكن للإنسان هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى الآن أودع في قدرات بإمكان أن يغزو الفضاء أن يغزو العالم الخارجي ويقتحم الفضاء مليارات الكيلومترات بحثا عن كوكب آخر يصلح للسكن ويبحثون فيه عن أولى علامات الحياة وهي الماء وجود الماء إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يبغض الصحيح الفارغ لا في شغل الدنيا ولا في شغل الآخرة تهرة إنسان مشغول في شغل الدنيا عند عمل عند بزنس عند محطة عند مكتب مشغول أو مشغول بشغل الآخرة يصلي يقرأ قرآن يعبد الله عز وجل يصل الرحم يعطف على الفقراء والمساكين والأيتام يعني يكون مشغول إما في شغل الدنيا أو في شغل الآخرة أما أن يكون فارغا لا هو مشغول بشغل الدنيا ولا هو مشغول بشغل الآخرة هذا شخص يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يبغض الصحيح الفارغ ولذلك الإسلام يريد من الإنسان المسلم أن لا يعطي الطاقاته أبدا أن يكون مجغولا بعمل ما أيا يكون هذا العمل طبعا عمل إيجابي إما يرتبط بدنياه أو بآخرة إما مشغول في تجارة في عمل في صناعة في حرفة هذا شيء جيد أو أن يكون مشغول بأمر الآخرة أما أن يكون لا هذا ولا ذلك يعطل طاقاته فهذا إنسان يبغضه الله عز وجل كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب يقول الإمام علي عليه السلام يقول طبعا هذا الحديث الذي سأقرأه أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ذلك أذكر حديث أمير المؤمنين يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلتان صفتان كثير من الناس فيهما مفتون مفتون يعني شنو يعني ممتحا يختبر الله يعطي هاتين الخلتين ليختبره بيهما ما هي الصحة والفراغ يعطي الإنسان الصحة حتى يشوف هل يشكر هذه النعمة أولا هل هو بقدر النعمة أولا بعض الناس لا يعرفون قدر الصحة لا يعرفون قيمة هذا التاج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأصحاء كم من الناس من يشكو ويتذمر ويطلب ما هو أكبر وأعظم في حياته ولكن الله سبحانه وتعالى منحه هدية ومنحة هي فوق كل المنح والصفات وهي هدية الصحة هدية الصحة يقال أن أحد الخلفاء كان يأكل طعاما ويستلذ به فقال ما أطيب هذا الطعام يشير إلى الطعام الذي يأكله فقال له وزيره الحكيم قال إنما طيبته العافية يعني أنت تتمتع بهذا الطعام لأنك تتمتع بصحة وبعافية ولو لم تكن معافا في جسدك وصحتك لما استمتعت بالطعام يقول ناس ما يستمتع بالطعام لو تجيب له أطيب أكله وأحسن وجبة الطعام تقدم الهياء بل أغلى وجبة تقدم الهياء ما يستفيد منه ليش؟ صحة ما تساعده صحة ما تساعده كنا أمس فيه على وليمة وكان فيها أنواع الطعام أحد الأصدقاء شال بس شيء بسيط جدا من الطعام سألت ليش؟ قال أنا صحتي ما تساعده ما أنا محروم من تسعين بالمئة من هذه الأكلات التي أنتم تأكلونها قال إنما طيبتها العافية الصحة والشيء الثاني الفراغ الله سبحانه وتعالى يعطي نعمة الوقت الفراغ للإنسان ليملأها بما يصلح شأنه شأن دنياه أو شأن آخرته وإذا به ينفق هذه الأوقات الثمينة الأوقات الذهبية التي هي أغلى من الذهب والفضة حقيقة الوقت أغلى من الذهب والفضة لأن الذهب والفضة إن ضاع أو تلف عوضته بفضة أو ذهب آخرين آخرين ولكن ما يذهب من يدك من الوقت لا يمكن لك أن تعوضه بوقت آخر أبدا إذن يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول عليه السلام اعلم أن الدنيا دار بلية لم يفره صاحبها فيها قط ساعة إلا كانت فرغته عليه حسرة يوم القيامة يعني يقول لو ساعة الإنسان فرط من وقت من فراغه وأتلفها في شيء لا يستفيد منه أبدا ضيع ساعة ولو ساعة من وقت ضيعها من فراغه فهذه الساعة سوف تكون عليه حسرة يوم القيامة سوف يتحصر على هذه الأوقات الثمين التي كان بإمكانه أن يغير فيها من نفسه ومن حياته ومن حياة الآخرين ومن حياة المجتمع الإنسان من خلال تكريسه للوقت الصالح بإمكانه أن يغير مجتمع من المجتمع لكن كثير من عدنا شوف يقتل الوقت بدون مسؤولية بدون وعي لا يستفيد من أوقاته فيما يرضي الله عز وجل أو فيما يرضي نفسه لا يستفيد من وقته لا لدنيا ولا لآخرة الإسلام يريد من المسلم أن يكون مجغولاً دائماً على طول كن مجغول على طول بمعنى استثمر أوقاتك جيدة أنت إما أن تكون رايح للعمل بالشغل لتشتغل تطلع أموال حتى تكفي نفسك وعائلتك من أن تمد يد الحاجة إلى الناس أو أنك في أمر لما ما تكون في الشغل تكون في أمر مثمر وطالعت كتاب زيارة صديق صلة رحم مساعدة فقراء محتاجين أن تسخر أوقاتك في عامل الخير أن تزرع الخير من خلال وقتك لا أن تضيع وقتك فيما لا طائل من ورائه طيب يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه يقول عليه السلام واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر وألسنتنا بشكرك عن كل شكر عن كل شكر لاحظوا الإمام يطلب من الله سبحانه وتعالى أن نكرس كل ما فينا من قلب ومن لسان ومن جوارح وكل شيء نمتلكه أن نكرسه من أجل الصالح الصالح الخاص أو الصالح العام يقول واشغل قلوبنا بماذا بذكرك عن كل ذكر وألسنتنا بدل أن نشغلها بالغيبة والنميمة والكلام الفاضي وانتقاد الآخرين ماذا كيف نشغلها يقول وألسنتنا يعني وأشغل ألسنتنا بشكرك عن كل شكر أن يشغل الإنسان لسانه بشكر الله فيقول شكرا لله بعد وجوارحنا يعني أشغل جوارحنا بطاعتك عن كل طاعة جوارح الإنسان هي يده هي قدمه أن تنشغل بطاعة الله عز وجل لا بمعصية الله وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة ثم يقول عليه السلام فإن قدرت لنا فراغا من شغل إذا قدرت لفراغ ما عندي شغل لا عندي وظيفة أقوم بها عندي الآن وقت فراغ يقول فاجعله فراغا سلامة هل يكون فراغ سلامة كيف يكون فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة أحيانا الإنسان بسبب الفراغ تدركه تبعة كيف واحد لأنه بسبب الفراغ فراغ مصيبة عزاء يخلي الإنسان يقعد يستغيب ومتى الإنسان يستغيب لما فارغ بس لما يكون مجغول يكون مجغول لكن لما يكون فارغ ما عنده شيء يقصنعه ينشغل بالغيبة وينشغل بالكلام وينشغل بالنبيمة يقول الإمام إذا قدرت لي فراغا فادعله فراغ لا تدركنا فيه تبعة ما أرتكب بسببه معصية تلحقني من ورائه تبعة ولا تلحقنا فيه سآمة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا حتى لما يطوي الملك صحيفة السيئات في المساء ما يكون فيها سيئات كثيرة لأن كثير من الناس من الصبح إلى الليل يملأ صحيفة السيئات يملأها بالسيئات نميم هنا غيب هنا كذب هنا شتيم هنا نظر هنا عمل هنا ولذلك بالليلة ما يصير يشوف هو طبعا ما يشوف الإنسان لو قدر له أن يرى بأم عينه لوجد أن صحيفة السيئات قد امتلأت دون أن ينتبه إلى ذلك طيب وأخيرا الإمام الكاظم عليه السلام يقول إن الله تعالى ليبغض العبد النوام نوام صيغة مبالغة عدنا نائم وعدنا نوام ما الفرق بينهما؟ نائم من ينام بشكل عادي النوام يعني كثير النوم يعني من الـ 24 ساعة ينام باليوم 16 ساعة 15 ساعة في ناس في ناس صدق وما عنده شيء ما عنده شيء عاطل باطل وينام 15 ساعة 16 ساعة يقول إن الله تعالى ليبغض العبد النوام إن الله تعالى ليبغض العبد الفارغ الإنسان اللي بس ينام وبس عاطل باطل ما عنده شيء لا ينتجه شيئا إنسان غير منتج إنسان معطل طاقاته كلها هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يبغض هذا النوع من الإنسان بسم الله من الناس بسم الله الرحمن الرحيم إنا عطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اشتركوا في القناة